موسيقى اهلا بكم في السيشن الجديدة من كورس CCNA النهاردة هنتكلم عن موضوع IPv4 Address في البداية نتعرف مع بعض على Structure او التركيب الخاص بIPv4 Address الشكل اللي قدامنا بيوضح ان IPv4 Address بينقسم لجزئين اول جزء اللي بينسميه Network Portion او Network ID والجزء التاني بينسميه Host Portion او Host ID ومش لازم اول تلات خانات يكونوا خاصين بالنتورك واخر خانة خاصة بالهوست لا ده بيفرق على حسب الـ Class IPv4 Address ممكن اول خانة بس من الشمال تبقى خاصة بالنتورك والتلات خانات الباقيين او اول خانتين Network وباقي الخانات او الخانتين التانيين او زي ما احنا شايفين اول تلات خانات Network واخر خانة Host وممكن كمان يتم تقسيم الخانة الوحدة او البيتس الخاصة بالخانة الوحدة ما بين الـ Network Part او Network Portion والـ Host Port او الـ Host Portion اللي بيحدد فين جزء الـ Network وفين جزء الـ Host في الـ IP Address هي قيمة بتكتب مع الـ IP Address وبنسميها Subnet Mask والSubnet Mask بيبقى نفس الـ Lens بتاع الـ IP Address وببساطة الجزء اللي في الـ IP Address اللي بيكون فوق الـ 255 او ما يقابلها بالـ Binary اللي هي وانز في الـ Subnet Mask بيبقى تابع للـ Network Portion اما الجزء اللي في الـ IP Address اللي بيكون موجود فوق الـ 0s بيكون خاص بالـ Host Portion او الـ Host ID يعني في المثال اللي قدامنا الثلاث خانات الاوائل الموجودين في الـ IP Address موجودين فوق الـ 255 او الثلاثة 255 الموجودين في الـ Subnet Mask يبقى اول 3 اجزاء دول هم جزء الـ Network او الـ Network Portion في الـ IP Address اما اخر خانة اللي هي عشرة بما انها موجودة فوق الزيرو الخاص بالـ Subnet Mask بتبقى خاصة به الـ Host Portion او الـ Host Part او الـ Host ID ممكن نعبر عن الـ Subnet Mask بما يسمى الـ Prefix والـ Prefix هو ببساطة عدد الـ Ones الموجودة في الـ Subnet Mask يعني الـ Subnet Mask الموجود قدامنا بالـ Desimal 25500 لو حولنا 255 للـ Binary هيبقى 8 وحايد والباقي كله صفار عدد الـ وحايد هنا 8 يبقى ممكن بدلا لما نكتب 25500 نكتب سلاش 8 وده بنسميه الـ Prefix طب لو عندنا الـ Subnet Mask 25525500 يعني نص الـ IP Address تابع للـ Network والنص التاني تابع للـ Host ID في الحالة دي يبقى الـ Subnet Mask المكافئ له سلاش 16 لان عندي 8 وحايد زائد 8 يبقى عندي سلاش 16 نفس الكلام لو عندي اول 3 خانات 255 يبقى الـ Prefix المكافئ اليها سلاش 24 وممكن كمان بيت واحدة بس في اخر خانة يبقى تابع الـ Network والسبعة بيتس الباقيين يبقى تابع الـ Host في الحالة دي يبقى عندنا 24 بيت وحايد وواحد كمان من اخر خانة يبقى عندنا سلاش 25 ولو جينا حولنا القيم ديت لـ Decimal هنلاقي 8 وحايد دي يقابلها بالـ Decimal سبع اصفار لو حولنا واحد سبع اصفار من هنلاقيها مية تمانية وعشرين بنفس الطريقة سلاش 26 سبع وعشرين لغاية سلاش 30 في حال سلاش 30 عندنا 30 واحد داخل السابنت موسك يعني اخر خانة دي فيها ست وحايد واخر تو بيتس بصفار لو جينا حولنا ستة وحايد زيرو زيرو هنلاقيها بالـ Decimal 252 أو 252 وممكن نسمي الـ Prefix Lens سلاش Notation دايما قلنا من شوية نقدر نحدد الجزء الخاص بالنتورك والجزء الخاص بالـ Host من خلال السابنت موسك وتحديدا الاجزاء اللي فوق 255 في الـ IP Address تابعة للنتورك والاجزاء اللي فوق الزيرو في السابنت موسك تابعة للـ Host ID وبصورة اقصر دقة اللي بيحصل ان احنا بنعمل اند ما بين الـ bits الخاصة بالـ IP Address والـ bits الخاصة بالـ Subnet موسك يعني بنعمل اند ما بين وان وان ينزل في الاخر وان 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 ينزل في الاخر وان زيرو واللي قدامها وان ينزل زيرو زيرو واللي قدامها وان ينزل زيرو لان الـ Ending مع الواحد بينزل نفس القيمة يعني الـ 192 168 10 مع الواحد الموجودة قدامها في السابنت موسك هتنزل نفس القيم الى هي 192 168 10 اما لو عملنا اند مع الزيرو بينزل زيرو على طول اند مع الزيرو بينزل زيرو زي ما هو واضح في الـ End Relations الموجودة قدامنا ببساطة اللي فوق الـ Ones هينزل زي ما هو او اللي فوق الـ 255 لو التمانية واحد هينزل زي ما هو واللي فوق الزيرو هيبقى زيرو بالتالي القيمة اللي خرجت من عملية الـ Ending مبين الـ IP Version 4 Address وبين السابنت موسك اللي معاه بنسميها Network ID الـ Network ID هي القيم نتيجة الـ Ending ما بين الـ 2 وبتعبر عن الجزء الثابت في الـ IP Address على مستوى الـ LAN يعني كل الاجهزة الموجودة في الـ LAN هتكون ثابت فيها التلات خنات اللي بنسميه Network ID وبتفرق الاجهزة عن بعض في اخر خانة اللي هي الـ Host ID القيمة دي اللي هي Network ID الـ 192 168 10 0 دي ما ينفعش نحطها كعنوان لجهاز كمبيوتر ما ينفعش تتحط كـ IP Address لجهاز كمبيوتر موجودة عندنا في الـ Network أو راوتر أو سويتش ده عنوان بيمثل الشبكة كلها اسم للشبكة كلها فما ينفعش نفس الاسم ده يبقى عنوان لجهاز كمبيوتر ودائما ما يميز الـ Network ID ان جزء الـ Host ID اللي في الـ IP Address بيكون كله بصفار لو ضربنا مثال عندنا للـ IPs المستخدمة في الشبكات هنلاقي عندنا تلات أنواع من الـ IPs أو الـ IP اللي بنسميه Network ID اللي الـ Host بارت فيه بـ Zero تاني IP اللي هو الـ Host Address الـ IP العادي اللي خانت الـ Host ID فيها قيمة عددية أما النوع الثالث من الـ IPs المستخدمة في الشبكات اللي بنسميه Broadcast IP Address والـ Broadcast IP Address بيتميز ان الـ Host bits الموجودة في الـ IP ده كلها بـ Ones يبقى لو الـ Host bits اللي في الـ IP Address بـ Zero يبقى الـ IP ده Network ID لو الـ Host bits اللي في الـ IP Address كلها بـ Ones يبقى الـ IP ده Broadcast IP Address أما لو أي قيمة ما بين الـ Zero وما بين الـ Ones يبقى ده Host Address أو IP Address طبيعي ينفع نحطه لجهاز كمبيوتر أو روتر أو سويتش ما ننساش ما ينفعش أي جهاز كمبيوتر أو روتر أو سويتش ياخد IP Address Network ID أو ياخد IP Address Broadcast IP مسموح له فقط بـ Host IP Address المثال اللي قدامنا بيوضح الاشتراحنا دلوقتي لو عندنا Subnet Mask 255 255 255 2550 أو 24 لأن عندنا 8 وحيد المقابل 255 و 8 و 8 يبقى كلهم 24 و 1 طبعا الـ Network Address هيبقى على سبيل المثال 192 162 10 0 هنلاحظ ان اخر خانة بـ 0 يبقى جزء الـ Host بـ 0 يبقى ده Network Address أو Network ID وهنا الـ Host بـ 0 زي ما احنا شايفانا لو جينا حطينا مكان الزيروس بتاعة الـ Host وانز هيبقى عندنا الـ IP Address الناتج 192 162 255 ليه 255 لأن الجزء الاخير ده تبقى للصمت ماسك هو الـ Host لو حطناه كله بوحيد فتمانية بيتس وحيد فيقابلها 255 يبقى الـ IP ده بما أن الـ Host بارد كله وحيد يبقى ده broadcast IP Address وما ينفعش ده يستخدم كـ IP Address لجهاز كمبيوتر ما بين الـ 2 يعني ما بين آخر خانة لما تكون 0 وآخر خانة لما تكون 5-5 القيم اللي بينهم اللي هي من 1 إلى 254 ده valid IP Address أو host IP Address يعني ينفع نحطوها لاجهزة الكمبيوتر اللي عندنا أو للراوتر لذلك هنلاقي مثلا ان جهاز الراوتر الـ IP بتاع الـ Interface اللي بشاور عليه 192 162 1 والماسك 234 الثاني 162 162 10 الثالث 55 101 12 12 اي قيم ما بين الزيرو وما بين 255 يعني من اول واحد إلى 254 كلهم ينفع يتحطوك IP Address لأي اجهزة موجودة عندنا في النتورك اما الـ IP اللي بيمثلهم كلهم او اللي بيمثل الشبكة كلها سمناه الـ Network ID اللي هو 169 10 0 والعنوان الثاني اللي بيستخدم كـ Broadcast Address يعني عنوان لو تم ارسال رسالة له بتوصل رسالة لكل الأجهزة الموجودة عندنا فالـ IP دوا بنسميه Broadcast IP Address نتعرف بعد كده على أنواع الرسالة المختلفة واللي هتعرفنا على أنواع العنوان المختلفة عندنا 3 أنواع من الرسال اول رسال متبادلة بين الأجهزة في الشبكات بنسميها Unicast Message والـ Unicast Message هي رسالة من جهاز لجهاز يعني من مثلاً 12916 أربعة واحد لـ 12916 أربعة 250 بالتالي لازم كل جهاز يكون له عنوان بنسميه Unicast Address علشان تطلع الرسالة من العنوان ده توصل للعنوان Destination يبقى أول نوع من رسالة Unicast Message ومعناها رسالة from one to one وبالتبعية لازم كل جهاز يكون له IP Address علشان توصل لرسالة أو نبعث رسالة منه لجهاز تاني أما رسالة التانية اللي بنسميها Broadcast Message والـ Broadcast Message زي ما هو واضح من اسمها رسالة إذاعية بتطلع من جهاز توصل لكل أجهزة النتورك حتى الروتر الموجود عندنا فالرسالة ديت بتخرج من عنوان معين وتوصل للـ Broadcast Address يعني بيتم استخدام الـ Broadcast Address اللي اتكلمنا عليه في السرائلس اللي فاتت علشان نبعث رسالة from one to all machines أو لكل الأجهزة علشان كده منفعش نستخدم العنوان ده كعنوان لجهاز كمبيوتر معين لأن العنوان ده محجوز كعنوان لكل الأجهزة أي جهاز أو أي برنامج على أي جهاز لما يحب أبعث رسالة توصل لكل الأجهزة هيبعتها للـ Broadcast Address الخاص بالنتورك واللي زي ما قلنا إن جزء الـ Host بتسفيه كله بوحيد أما العنوان الثالث أو الرسالة الثالثة اللي بنسميها Multi-cast message والـ Multi-cast message هي رسالة from one to group لمجموعة من الأجهزة وليست كل الأجهزة على سبيل المثال لما يحب أبعث رسالة توصل للجهازين لتنين دول بس يبقى رسالة بتاعتك نوعها Multi-cast message طب إزاي هحدد إن الـ 2 دول توصلهم الرسالة في مجموعة من الـ IP Addresses بنسميها Multi-cast Addresses والـ Multi-cast Addresses غالباً بتبدأ بـ 224 بنعمل configuration إن الـ 2 دول ليهم نفس الـ IP Address الخاص بالـ Multi-cast يعني هتلاقي إن الـ IP بتاع الجهاز ده Multi-cast 24-10-10-5 وهو نفس العنوان المستخدم للجهاز التاني 24-10-10-5 ده بالإضافة لإن كل جهاز له عنوان Unicast زي ما قلنا قبل كده في الحالة دي لما أحب أبعث رسالة للـ 2 دول مع بعض له جروب معين هبعتها للعنوان المشترك اللي حطناه ليهم اللي هو 24-10-10-5 فبتوصل الرسالة من هنا تروح لكل الأجهزة ما بياخدهاش إلا الجهازين دول إن الجهازين دول جروب مع بعضهم أو مجموعة مع بعضها معرفة بـ IP Address أو بـ Multi-cast IP Address أما لما هيبقى أبعث رسالة لجهاز بعينه يبقى هكتب في الـ Destination IP الـ Unicast IP Address اللي آخره أربعة ثلاثة زي ما ماضح قدامنا بكده يبقى عرفنا الـ Structure الخاص بالـ IP Version 4 Addresses وعرفنا أنواع الميثيجس وبالتبعية أنواع الـ IPs المصطدمة في IP Version 4 Protocol نعتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله في شن القادمة والسلام عليكم وحمد الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى